السياسة واللي تمرد على كل المقايضات وصمد أمام حملات التجويع والتنكيل ومازال حية قضي يستحق كل الاحترام لما فعله في 2011 أي الانتفاضة الأولى كما وصفها الوزيرة السابق زمان بن علي السيدق شعبان انتفاضة 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 لأنه هم اخطاء اخطاء كنظام السابق ايه لو كان نظام السابق معدولش اختامت وقعش انتفاضة او سرعة عودته الى الشوارع في 25 جولي 2021 بعد ما ظنت المنظومة الفاشلة انه برده سلم ولكنه رجع للشارع وحق انتفاضة جديدة لو تعنون 17 ديسمبر 14 جنفي بالانتفاضة فبماذا تعنون 25 جولي 2021 انتفاضة ثانية لفاشل سابق انتفاضة ثورة انفجار ثوري غير مسبوق في 2011 او في 2021 اللي حدلتهم عناش تسمية واضحة للي صار بعيد على الدستور والقانون هو مش انقلاب اما حدلتهم مش واضح حد تصحيح مصار ولا انتو كالي ثبت انو تونس دولة قانون المؤسسات اه قانون للامانة مش بارشة انقولوا دولة مؤسسات تواصل فيها العمل بشكل عادي رغم اسقاط النظام ورحيل رأسه في 2011 واليوم تواصل المؤسسات والادارات عملها بالرغم من اعفاء رئيس الادارة او رئيس الحكومة هشام المشيش واغلب اعضاء ومنذ حوالي خمسة سبع اي مش شوية عدينا جويليا وعدينا قوت ودخل سبتمبر مدرك كنت نتمنى صدقنا ان نقول ان الدولة قادرة على الاستمرار بهذا الشكل ولكن للأسف هذا غير ممكن بل غير مفهوم قلغازي شواشي اها من فضلك سيغازي شواشي ما نحبش في سياتورا رئيس الدولة على رأس يعيني ونحبه ونحترمه ونقدره اليوم وغدوة بعض غدوة ممتاز متفاهمين ما لاش نوع المشكل لانه اليوم احببنا كذا انا لو بيش يقوم بالاصلحات وواجهة الازمة الاقتصادية الاجتماعية مو السيد رئيس الدولة ما عندوش علاقة سيد رئيس وسيد رئيس الدولة بيان انه ما عندوش برنامج اقتصادي ولا يفخهو في الاقتصاد ولا يفرق ولا يميز بين المليار ولا 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 والمليون انه لا يميز بين الدولار والأورو مع كامل احتراماتنا هذا دور غيره ايه وعيب انو ما يفهمش في الاقتصاد مش وعيب رئيس دولة ما يفهمش معناها في الاقتصاد هكا واضح الما يفهمش يحطش كون يفهم يعني بالنسبة لأسئلة وين مشي وكيفاش باش نمشيو باش تحدد هالقرارات الباش يتاخذها الرئيس في الفترة القادمة ومنها النجم ونفهمه كيفاش نمشيو المرحلة الجديدة ونتجوزو المخاطر اللي حكاليها الشواشي اما ممكن يكون بكري برشا تقييم القرارات اللي اخذها الرئيس حتى التوحص بادردين الجامودي نجم نقيم الخطوات هذه بعد ستشهور بعد عام بعد عامين واناكن ان نطلق الاحكام بعد شهر ونقول ان كبار الرصوص لم نراهم وراء القلبان انا في تقديل محاربة فساة استوجبان ما يكونش كانت خطوات بالرئيس الدولة يجب ان تنخرج فيها مؤسسة الدولة وهم مؤسسة هي مؤسسة القضائية والمؤسسة القضائية في عطلة ننتظر عودة القضاء الى العمل بشكل طبيعي ولكن لابد من الاسراع في اتخاذ القرارات لان المخاطر موجودة داخليا وخارجيا داخليا من خلال ردود فعل جرح الاجراءات الاستثنائية وخارجيا باعتبار انه فما لوبيينج للمس من صورة تونس وباعتبار انه العالم قاعد يراقب في كل اللي يسير ويتقال يتمنه كيف يسمه الرئيس يقول كله ديكتاتورية وين راوى ديكتاتورية وين راوى ديكتاتورية ويتسألوا كيف يسمع بعضهم كلامه سامة الخليفة على الوضع في تونس اللي ساير في تونس اليوم وما يحدث في تونس يجعل كل انسان عاقل يشتري حرياته على الاقل اليوم نحن في رجوع الوراء في الحريات الأسف تهديد وعيد بوعنا تصور يصدقوه البعض او يحاولوا يصدقوه البعض في تونس اما الاغلبية في تونس ولا البرة تعرف انه القروي هرب لي انه الدور جاي عليه قضائيا يعني حاس روحه على حافة الهافة وانه سيء حرا وفاء زعزع الغربين وفاء وخاصة خاصة اتأكد انه المرة هذي صعيب كأنه فيخرجوا المعزز المقرن بسيزة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة